نتناول الآن مثال عن الدورة المحاسبية كاملة ابتداء من دفتر اليومية وانتهاء بميزان المراجعة وهو المثال الموجود صفحة 73 مدينا مجموعة من العمليات التي حدثت بمنشأة السلام خلال شهر السفر 22 هجرية وهي منشأة تعمل في الخدمات العقارية أعطانا سبعة عمليات ثم طلب مننا إثبات هذه العمليات بدفتر اليومية ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ ثم ترصيد الحسابات في دفتر الأستاذ ثم إعداد ميزان المراجعة في النهاية نبدأ بالمطلوب الأول وهو تسكيل أو إثبات العمليات في دفتر اليومية العملية الأولى تمت يوم 1-2 حيث بدأت المنشأة نشطها وخصصت مبلغ 360 ألف كرأس مال لها وتم إداع هذا المبلغ في البنك باسم المنشأة لإجراء قيد اليومية نقوم بداية بتحليل العملية نجد أن المبلغ تم إداعه البنك البنك هذا حدثت به زيادة وهو أصل وطبيعة الأصل أنه مدين وعند زيادة أي حساب تكون الزيادة في نفس الجانب فيصبح البنك في هذه العملية هو المدين لدينا على الجانب الآخر رأس المال حدثت به زيادة وهو يمثل حق ملكية وحقوق الملكية ذات طبيعة دائنة وعند الزيادة فإن الزيادة تكون أيضا في نفس الجانب فيصبح الطرف الدائن في هذه العملية هو رأس المال إذن الطرف المدين هو البنك والطرف الدائن هو رأس المال نقوم بتصدير دفتر اليومية الذي يتكون من أربع أعمدة عمودين للمبلغ المدين والدائن ثم البيان والتاريخ ثم بعد ذلك نبدأ في السطر الأول ونقول من حساب الطرف المدين وهو حساب البنك نكتبه في السطر الأول ثم نكتب المبلغ في نفس السطر ولكن تحت عمود المدين وكلمة من تعني أنه مدين ثم نترك مساحة صمتي في السطر الثاني ونقول إلى حساب الطرف الدائن وهو حساب رأس المال ثم نكتب في نفس السطر تحت العمود الدائن المبلغ وهو 360 ألف إثبات إداع رأس المال بالبنك ثم نكتب التاريخ العملية وهو يوم واحد اتنين ثم نأخذ خط لنفصل العملية عن العمليات التالية لها نشوف العملية التالية أنه يوم اتنين اتنين تم شراء أراضي وتم دفع المبلغ بشيء أراضي حدث بها زيادة وهي أصل والأصل طبيعته أنه مدين نكرر ذلك ونقول أن الزيادة تتم في نفس الجانب إذن يستصبح الأراضي هي الطرف المدين في هذه العملية كلمة شيك تعني بالنسبة لنا أنها البنك ومعنى أنه دفع أي انخفض المبلغ الذي بالبنك والبنك هو أصل والأصل كما سبق الإضاحة هو مدين ولتخفيض أي حساب يكون ذلك بعكسه أي بجعل المدين دائن إذن الدائن في هذه العملية هو حساب البنك والمدين هو حساب الأراضي نقوم بتصطير دفتر اليومية ثم نأتي في السطر الأول ونقول من حساب الطرف المدين في هذه العملية وهو الأراضي حيث تم الحصول عليها بمبلغ 282 ألف ثم نكتب في السطر الثاني إلى حساب الطرف الدائم وهو البنك الذي دفع المبلغ ومقداره 282 ألف إثبات شراء أراضي بشيك ونكتب التاريخ يوم 22 سنة 22 ونأخذ خط لنفصل العملية عن العملية التالية لها بعد ذلك نشوف العملية الثالثة تم شراء مبنى يوم 5-2 بمبلغ 72 ألف دفع منها 30 بشيك وتبقى على الحساب باقي المبلغ لدينا في هذه العملية أكثر من شيء لدينا أولا المباني وحيث أنه تم شراءها فأنها قد زادت وهي أصل والأصل مدين وعند زيادة الأصل يصبح أيضا مدين إذن لدينا المبنى هو الطرف المدين بالمبلغ بالكامل اللي هو 72 ألف دينا في الجانب الآخر كلمة شيك تعني البنك ومعنى أنه دفع أي أنه انخفض أو نقص والبنك أصل والأصل طبيعته مدين وعند تخفيضه فإنه يعكس ويجعل دائن سوف يكون دائن بالمبلغ الذي دفعه فقط وهو 30 ألف إن يتبقى على الحساب مبلغ 42 ألف كلمة على الحساب تعني أننا اشترينا هذا الأصل من الدائنون ولم ندفع المبلغ بعد الدائنون حدث بها زيادة لأنها لم تكن موجودة قبل هذه العملية ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا عن طبيعة الدائنون فأنها خصم والخصم طبيعته أنه دائن ولزيادة الدائن يجعل أيضا في نفس الجانب فيجعل دائن دائن بالمبلغ اللي هو 42 ألف إذن لدينا في الطرف المدين في هذه العملية حساب واحد فقط هو حساب المباني المبلغ كاملا 72 لكن في الطرف الدائن يوجد حسابين أحدهما بـ 30 والآخر بـ 42 نقوم بتصطير دفتر اليومية ثم نأتي في السطر الأول ونكتب الطرف المدين وهو من حساب المباني ثم نكتب المبلغ في نفس السطر وهو 72 ألف ثم نأتي إلى السطر الثاني حيث يتكون الطرف الدائن من أكثر من حساب اتفقنا سابقا أن نكتب قبل هذا الطرف كلمة مذكورين ليعني أنه يتكون من أكثر من حساب وحيث أنه في الجانب الدائن نكتب قبلا منه كلمة إلى ثم نكتب في كل سطر بعد ذلك هذه الحسابات نجد أن أول حساب عندنا هو حساب البنك نقص بمبلغ 30 ألف فأصبح دائنا ثم ظهر الدائنون بمبلغ 42 ألف إذا لدينا في الطرف المدين 72 يجب أن يسويها طبعا الطرف الدائن أيضا بمبلغ 72 ألف إثبات شراء مباني بشيك وبالأجل يوم 5-2 نأخذ خط لفصل هذه العملية عن العملية السابقة ثم أيضا العمليات التالية العمليات التالية يوم 10-2 تم بيع جزء من الأراضي بسعر التكلفة وقدره 22 على الحساب لدينا الأراضي في هذه العملية هي أصل ومعنى أنها تم بيعها أنها انخفضت أي حدث بها نقص وهي أصل ولتخفيض الأصل فإنه يعكس ويجعل دائن إذا لدينا الأراضي سوف تكون في الطرف الدائن لدينا أن الذين قاموا بالشراء لم يدفعوا وحيث أنهم لم يدفعوا فإن هذا مبلغ مستحق على الغير أو حق للمنشأة على الغير يسمى بالمدينون حدث بهم زيادة وهم يمثلون أصل والأصل مدين ولزيادة الأصل المدين فإنه يجعل أيضا مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو المدينون دفتر اليومية هذه هي تصطيرته ثم نكتب في السطر الأول من حساب المدينين ثم نكتب المبلغ المستحق عليهم ومقداره 22 ألف ثم إلى حساب الطرف الدائن وهو حساب الأراضي التي تم بيعها وبالتالي انخفضت ثم نكتب مبلغ 22 ألف إثبات بيع أراضي على الحساب أو بالأجل ثم ذلك يوم 10-2 نأخذ خط لنفصل العملية عن العمليات التالية العمليات التالية يوم 14 وهي العملية الخامسة تم شراء أصل جديد اسمه معدات مكتبية وحيث أنه تم شراءه فإنه حدثت به زيادة والزيادة في الأصول تكون مدينة ثم شراء المبلغ على الحساب معنى ذلك أن هناك دائنون هذه الدائنون أو هذا الحساب حدث به زيادة وهو طبيعته دائن وعند الزيادة أيضا يكون دائن إذن الطرفين في هذه العملية الطرف المدين من حساب المعدات المكتبية المبلغ 10-800 إلى حساب الدائنون 10-800 إثبات شراء معدات مكتبية على الحساب أيضا أو بالأجل يوم 14-2 العمليات السادسة تم تحصيل مبلغ 3000 بشيك قيمة الأراضي المباعة في العاشر من نفس الشهر طبعا كلمة شيك هتعني بالنسبة لنا بنك والبنك حدث به زيادة لأن المبلغ تم تحصيله وإدعوه به البنك وحيث أن البنك أصل ولزيادة الأصل فإنه يجعل مدين لأن طبيعته أنه مدين طبعا لن نستطيع أن نكتب الأراضي ولكن نتذكر أنه عندما تم بيع الأراضي تم بيعها إلى المدينون ولما المدينون يدفعوا جزء من اللي عليهم يبقى حدث لهم نقص والمدينون أصل ولتخفيض الأصل فإنه يعكس ويجعل دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو المدينون نسطر دفتر اليومية ونقول من حساب البنك بمبلغ 3000 إلى حساب المدينون بمبلغ 3000 إثبات تحصيل من المستحق على المدينين المدينين يوم 22 العملية الأخيرة أنه في يوم 29 تم تسديد مبلغ 6000 من المتبقي من ثمن المبنى بشيك وأيضا لدينا هنا كلمة المبنى تم سداد بشيك يعني البنك حدث به نقص وهو أصل ولتخفيض الأصل فإنه يعكس ويجعل دائن لا نستطيع أن نقول أن الطرف المدين هو المباني ولكن نتذكر أن المباني عند شرؤها كان هناك دائنون والدائنون خصم وحيث أنه تم السداد لهم فإنه تم تخفضهم وطبيعتهم دائن ولتخفضهم فإنهم يصبحوا مدين أي أن الحساب المدين هو حساب الدائنون إذن من حساب الدائنون مبلغ 6000 إلى حساب بنك الذي دفع 6000 إثبات سداد جزء من المستحق للدائنين يوم 29.02 ناخد خط وبكده نكون انتهينا من إثبات قيود اليومية نأتي للمرحلة نرى الآن أن القيود في دفتر اليومية تظهر بهذا الشكل لأن دفتر يومية طبعا دفتر تظهر به القيود متتالية القيود الأول والثاني والثالث هكذا وراء بعضها الرابع الخامس السادس السابع وهكذا ننتقل إلى المطلوب الثاني وهو ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ ونبدأ بأول حساب لدينا وهو حساب البنك تصطيرة أي حساب أنه يأكون على شكل حرف T كما نرى كما تقسيم الصفحة إلى جانبين الجانب الأيمن نسميه الجانب المدين ونكتب عليه كلمة من والجانب الآخر هو الجانب الدائن ونكتب عليه كلمة له ثم نقوم بتقسيم كل جانب إلى ثلاثة أعمدة مبلغ بيان تاريخ مبلغ بيان تاريخ بالرجوع لدفتر اليومية نجد أن العملية الأولى اللي هي كانت يوم واحد اتنين كانت عملية إيديا على رأس المال بالبنك كان البنك فيها مدينة إجراء الترحيل لابد من أربع خطوات الخطوة الأولى لابد من تحديد ناحية الترحيل فهذا يحدد بناء على مكان وجود الحساب داخل القيد نحن نتحدث عن حساب البنك نجد أن قبل منه كلمة من بما يعني أنه موجود في الطرف المدين إذن نحن سوف نتوجه إلى الجانب الأيمن أو المدين المرحلة الثانية نريد تحديد المبلغ المبلغ هو الموجود على نفس سطر الحساب وهو مبلغ 360 ألف نكتبها في أو تحت المبلغ ثم بعد ذلك نريد تحديد البيان وهو الطرف الآخر للقيد أي الطرف الذي كان دائنا عندما كان البنك مدينة وهو إلى حساب رأس المال ننقله كما هو ثم في النهاية نريد التاريخ وهو يوم اثنين يوم واحد اثنين لدينا العملية التالية اللي هي كانت يوم اثنين اثنين فيها أيضا حساب البنك ولكن مكتوب قبله كلمة إله بما يعني أنه في الجانب الدائن إذن نحن سوف نذهب إلى الجانب الدائن نريد المبلغ هو الموجود على نفس سطر الحساب اللي هو 282 الطرف الآخر هو من حساب الأراضي والتاريخ يوم اثنين اثنين العملية الثالثة التي ورد فيها البنك نجد أنها كانت يوم خمسة اثنين البنك موجود في الطرف الدائن إذن سوف نذهب إلى الطرف الدائن ثم نبحث عن المبلغ فهو الموجود على نفس سطر الحساب وهو الثلاثين ألف ثم الطرف الآخر للقيد من حساب المباني ثم التاريخ يوم خمسة اثنين بعد ذلك نجد عملية أيضا فيها البنك اللي هي كانت يوم عشرين البنك أيضا موجود فيها ولكن موجود في الطرف المدين إذن سوف نذهب إلى الطرف المدين ثم بعد ذلك نريد المبلغ هو الموجود على نفس سطر الحساب وهو الثلاث تلاف الطرف الآخر هو إلى حساب المدينين ثم التاريخ يوم عشرين اثنين بعد ذلك عملية أخرى كان فيها البنك أيضا موجود لكن موجود في الطرف الدائن إذن سوف نذهب إلى الطرف الدائن المبلغ ستة آلاف نكتب الستة آلاف في المبلغ الطرف الآخر للقيد من حساب الدائنين ثم التاريخ يوم تسعة وعشرين بذلك نكون قد انتهينا من ترحيل كل العمليات التي كانت في دفتر اليومية وتؤثر على حساب البنك منها عمليتين كان البنك فيها مدين ثلاثة عمليات كان البنك فيها دائن نريد الآن تحديد الموقف النهائي لحساب البنك ويتم ذلك من خلال الترصيد وهو عبارة عن جمع الجانبين في البداية نجد أن الجانب الأكبر هو الجانب الأيمن 363 نكتبه في الجانبين في خانة المبلغ فوق منه خط وتحت منه خطين حيث أنه لا يتم التعامل على هذا الرقم فيما بعد ثم نجد أن هذا الطرف الدائن هو الطرف أو الجانب الأصغر نطرحه من الجانب الأكبر فنجد أن هناك فرق مقداره 45 ألف هذه الـ 45 ألف تمثل بالنسبة لنا رصيد ويسمى رصيد مرحل لأنه يحدد في نهاية الفترة وهو الشهر في هذه العملية هذا الرصيد يجب أن ينقل في بداية الفترة التالية قبل الكلام عن نقل الرصيد هذا الرصيد ظهر في الجانب الدائن وهناك قاعدة تقول أن الرصيد يظهر في الجانب المخالف لطبيعته أي أن هذا الرصيد مدين وطبعا حساب البنك ده حساب أصل والأصل طبيعته مدين أي أن رصيده يجب أن يكون مدين في بداية الفترة التالية وهو يوم 1-3 نقوم بنقل المبلغ إلى الجانب الطبيعي له وهو الجانب المدين الـ 45 ويسمى رصيد منقول أي أنه نقل في بداية الفترة الحالية يتبقى لنا إظهار هذه العملية أو كل هذا على ميزان المراجعة فنجد رقم 3 إعداد ميزان المراجعة يتم إعداد ميزان المراجعة بهذا الشكل يكون لدينا عمودين كل عمود خاص بالأرصدة الأول بالأرصدة المدينة والثاني بالأرصدة الدائنة ثم اسم الحساب في المرحلة السابقة قد انتهينا من أول حساب فقط وهو واحد حساب البنك نكتبه وطبعا يظهر رصيده ضمن الأرصدة المدينة وهكذا طبعا باقي الحسابات سوف يتم نقلها إذا رأينا باقي الحسابات نرى أن حساب رأس المال كان به عملية واحدة فقط عند إداع رأس المال به وكان طرف دائن لأنه حدثت به زيادة وهو حساب حق ملكية وحق الملكية طبيعته أنه دائن الترصيد نجمع الجانبين هنلاقي أن الجانبين الرقم الأكبر فيهم هو 360 طبعا الأيمن ما فيهوش حاجة يعني بصفر 360 نقل صفر يدينا 360 أيضا دائن اللي هو الرصيد المرحل لأنه في نهاية الفترة وطبعا هذا الرصيد ظهر في الجانب المدين بما يعني أنه رصيدا دائنا ينقل في بداية الفترة التالية إلى الجانب الطبيعي له وهو الجانب الدائن لإظهار رأس المال في ميزان المراجعة نكتب رقم 2 حساب رأس المال ويظهر ضمن الأرصدة الدائنة برصيده هو 360 ألف حساب الأراضي كان مدينة عند شراء الأراضي يوم 3-2 بالمبلغ الذي تم بيعه وهو 22 يوم 10 وكان مبلغ 22 نجمع الجانبين نجد أن الجانب الأكبر 282 يكتب في الجانبين والفرق 260 هو الرصيد المرحل لأنه ظهر في نهاية الفترة هذا الرصيد ظهر في الجانب الدائن بما يعني أنه رصيدا مدينا لأن الأراضي أصلا أصل والأصل طبيعته أنه مدين وينقل في بداية الفترة التالية إلى الجانب المدين الجانب الطبيعي للحساب ويسمى بالرصيد المنقود ليظهر هذا الرصيد ضمن ميزان المراجعة نقول الحساب رقم 3 وهو حساب الأراضي وطبعا رصيده سوف يكون مدين لأنه أصل بـ 260 الحساب الرابع المباني هو أصل أيضا وبنفس الطريقة ترحيل القيود لم يكن له إلا قيد واحد ورصيده يكون 72 ألف نهاية الفترة وطبعا هذا الرصيد ظهر في الجانب الدائن إذن هو رصيد مدين لأن هذا المباني أصل ينقل في الجانب الطبيعي له في بداية الفترة التالية ويسمى رصيد منقول لإظهار هذا الرصيد ضمن ميزان المراجعة نكتب رقم 4 المباني وطبعا هو أصل لابد أن يكون رصيده مدين بـ 72 ألف بعد ذلك الدائنين نفس الفكرة عند الترحيل إليهم نجد أنهم كانوا مرة بـ 42 عند بيع المباني وكذلك عند شراء المباني وعند شراء المعدات المكتبية إذن مجموعهم ثم تفع لهم مبلغ 6000 إذن المجموع الأكبر هو 52 800 نترحى من الجانب الأصغر يكون لنا الرصيد 46 800 هذا هو الرصيد في الجانب المدين بما يعني أنه رصيدا دائنا طبعا رصيد الدائنين لابد أن يكون دائن ينقل في بداية الفترة التالية في الجانب الطبيعي له نكتب في ميزان المراجعة الحساب الخامس هو حساب الدائنون طبعا رصيده دائني بيظهر ضمن الأرصيدة الدائنة بالـ 46 800 بعد ذلك حساب المدينين عند الترحيل له سوف يكون رصيده ظاهر في الجانب المخالف لطبيعته أي أنه ظاهر في الجانب الدائن بما يعني أنه رصيد مدين وينقل لطبيعته في بداية الفترة التالية لإظهاره ضمن ميزان المراجعة نكتب رقم 6 المدينون وطبعا رصيد مدين يبقى هنكتب تحت العمود المدين 19000 الحساب السابع هو حساب المعدات المكتبية وحيث أنه أصل إن رصيده لابد أن يكون مدين يعني يظهر في الجانب الدائن وينقل إلى الجانب الطبيعي في بداية الفترة بـ 10800 ثم نظهره في ميزان المراجعة حساب المعدات المكتبية وهو أصل مدين يعني يظهر ضمن الأرصيدة المدينة وبذلك نكون قد قمنا بنقل كل الأرصيدة من دفتر الأستاذ إلى ميزان المراجعة نجمع لكي نتأكد أن العمل المحاسبي تم بشكل دقيق نجد أن الجانبين متساويين وهذا يعتبر مؤشر على دقة العمل المحاسبي وإن كان ليس مؤشرا على دقة كل العمل المحاسبي أن هناك بعض الأخطاء قد تكون موجودة رغم من توازن ميزان المراجعة